هنا فضلت الشيخ سائل يسأل يقول هل يشرع الاعتكاف في البيت خاصة مع وجود أزمة كورونا وبقاء الناس في بيوتهم وهل هناك شروط مثل شروط المسجد أو أن يجعله يعني يبقى في مصلى البيت يعتكر في مصلى البيت الذي حدده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومعتدى بهداه اللهم اغفر ذنوبنا وكشف كروبنا وأنر ذروبنا يا حيو يا قيوم الاعتكاف لا يشرع الا في المساجد لذلك قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد أما المرء وهو في بيته فهو عاكف في بيته ولهذا حتى مساجد الدور التي جاءت في حديث عاشرة الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتخذ وأن تطيب هي في الحقيقة المساجد بالمعنى اللغوي وهي مكان الصلاة يحدد مكان للصلاة يكون أنظف يكون أبعد عن الإزعاج لكن ليس هو مكان الاعتكاف الذي شرعه الله عز وجل وذلك لأن الاعتكاف هو أمر تعبد محظ وقد نيط وعلق أو حدد بالمساجد ولكن من جعل لنفسه مكانا يعتزل فيه ويعبد الله سبحانه وتعالى فيه وينقطع عما يلهيه داخل هذا البيت في مكان منعزل الحقيقة هذا أولا قد أتى بآثار الاعتكاف الشرعية وهي أنه يعتزل ويبتعد عن أماكن الإزعاج وأماكن الأشياء الملهية فحصل له الأمر الثاني الانقطاع حصل له انقطاع الأمر الثالث وهو قضية المداومة على العبادة والذكر والصلاة والانقطاع لهذه الأشياء ثم إذا انظاف إليها أنه ينوي وأنه على نيته لو أن الله عز وجل مكنه الاعتكاف فهذا كما جاء في حديث أبي كبشة الأنماري فهو بنيته فأجره ما سوى الحمد لله فلينوي شيء معين هو له أجره وكيف إذا عمل شيئا يماثل الاعتكاف لا أقصد على وجه التعبد أيضا لكن أي إنسان يريد أن ينجز مهمة ماذا يفعل يقفل الجوال يذهب في مكان يقول لأولاده لا تلحد يشغلني بشيء مثلا حتى لا ينشغل وكذلك أيضا في العبادة أراد أن ينجز شيئا من كتاب الله عز وجل أو من ذكر الله سبحانه وتعالى وأي أمر صالح حسن داخل بيته فأرجو أن له بذلك أجر الاعتكاف إن شاء الله عز وجل نعم مارك الله فيكم وحسن عليكم